نتحدث اليوم عن تحليل SWOT أو SWOT Analysis الذي يعتبر من المبادئ والنماذج الأساسية في الإدارة وفي عملية التقطيط الإداري اسم تحليل SWOT أو SWOT Analysis هو اختصار لأربع كلمات باللغة الإنجليزية S من Strength مكامن القوة W من Weakness مكامن الضعف O من Opportunities الفرص T من Threats التهديدات إذن تحليل SWOT هو تحليل مكامن القوة ومكامن الضعف والفرص والتهديدات المحيطة بالشركة مكامن القوة والفرص هي الأمور الإيجابية التي تساعد أو يمكن أن تساعد الشركة أو المنظمة في الوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه بينما مكامن الضعف والتهديدات هي الأمور السلبية التي تؤثر على الوصول إلى هذا الهدف طبعا مكامن القوة ومكامن الضعف هي الأمور التي تكون باستطاع الإدارة التحكم بها هي أمور داخل الشركة يمكن للشركة أن تتحكم بها وأن تغيرها بينما الفرص والتهديدات هي أمور خارج الشركة هي أمور في السوق الذي تعمل به الشركة والتي تؤثر على تحقيق الهدف هذا التحليل يستخدم عادة لوضع استراتيجية تسويقية هذه استراتيجية تسويقية ممكنة بعد أن نفهم مكامن القوة والضعف في المنظمة وما هي الفرص والتهديدات الموجودة في السوق ولكنه يستخدم بحالتين أساسيتين يمكن أن نستخدمه وهو الأوسع كجزء من عملية التغطيط عندما نضع خطة للأعمال خطة استراتيجية خطة أعمال للأعمال القادمة خطة عمل مشروع جديد فهو يستخدم هذا التحليل كجزء من عملية التغطيط ولكنه أيضا مفيد لفهم المنظمة أو السوق بهدف اتخاذ قرار مناسب بشأن حالة معينة وبشأن قرار مناسب بمعزن عن عملية التغطيط طويل الأمد بدأ تحليل السوت في جامعة ستانفورد على يد ألبيرت هينفري الذي قاد مشروعا للبحث عن أسباب فشل الشركات الكبرى في التغطيط طويل الأمد واعتبر أن هناك soft analysis تحليل soft وهو الذي يمكن للشركات أن تستخدمه أثناء التغطيط حيث يرمز ال-F إلى الفشل لكن أوريك وأور وهما في محاضرة لهم في زيوريك بسويسرا في بداية السبعينات أيضا استبدالها ال-F ب-W فأعطي اسم تحليل السوت اسمه الراهن SWOT Analysis ثم قامها بنشر هذه المنهجية في بريطانيا كمنهجية مستقلة يمكن للشركات الاعتماد عليها يبدأ تحليل السوت من وجود هدف معين تسعى المنظمة أو الشركة إلى الوصول إليه بعدما عرفت هذا الهدف وتحديده بشكل واضح نقوم بتحديد ما هي العوامل الداخلية داخل الشركة والمنظمة التي تؤثر على الوصول إلى هذا الهدف مثلا من العوامل الداخلية ندرس المزيج التسويقي المنتج السعر الترويج التوزيع ممكن أن ندرس العوامل الداخلية في الشركة كالموارد البشرية القدرات الإنتاجية الموقف المالي وما شابه ذلك من العوامل التي هي بداخل الشركة والتي يمكن الإدارة التحكم والتأثير بها وأيضا ندرس العوامل الخارجية التي تؤثر على هذا الهدف من قبيل الوضع الاقتصادي في السوق الوضع الاجتماعي التغيرات الديمغرافية التغيرات التقنية وجود تشريعات وجود قوانين وجود منافذة جديدة خروج منافذة من السوق ما شبه ذلك من الأمور التي موجودها في السوق ولكن لا تستطيع الإدارة أن تؤثر عليها إذن تحليل SWOT أناليسيس هو تحليل القوة والضعف والفرص والتهديدات أمام الشركة وندرس ذلك بالتفصيل القوة عناصر القوة مكامل القوة هي القصائص الإيجابية سواء كانت مادية أو غير مادية الواقع الداخل الشركة وضمن سيطرة إدارة الشركة ما هو الأمثلة على ذلك؟ مثلا أن تكون الشركة محتكرة لقطاع معين أن تكون شركة تصنيع سقائر مثلا محتكرة للتبغ في صناعة وتصنيع التبغ في بلد معين مثلا هذا احتكار أو أن تكون تتمتع بعلامة تجارية أو شهرة تجارية تميزها عن بقيقية المنافسين أو تكون لديها براءة اختراع تمنع المنافسين من استخدام نفس التقنيات أو الاختراعات التي تقوم بها الشركة أو التي هي موجودة عند الشركة والمنافسة في هذا المجال وأيضا قد يكون الموقع مثلا شركة سياحية تتمتع بموقع سياحي متميز لا تستطيع الشركات الأخرى أن تنريزها فيه أو أن يكون قريبة من الأسواق المواد الأولية أو من الأسواق التصريف أما الضعف فهي القصائص السلبية سواء مادية أو غير مادية الواقع داخل الشركة وضمن سيطرتها مثلا أن تكون الشركة عاجزة عن الوصول إلى قنوات توزيعية بمنتج معين بسبب احتكار شركات أخرى أو أن تكون المنتجات التي تقوم بها الشركة سيئة الجودة وبالتالي لا تستطيع أن تنافس في السوق ننتقل للعامل الخارجية الفرص هي القصائص الإيجابية سواء مادية أو غير مادية الواقعة في بيئة الشركة خارج سيطرة الشركة خارج نطاق الشركة من الأمثلة الواضحة عليها طبعا وجود سوق جديدة مثلا سمحة لسكان بلد معين بالدخول إلى بلد آخر بدون فيزا بدون تأسيرة أو سمة دخول إذن هذا يعني بالنسبة للشركات في هذا البلد أن هناك سوقا جديدة من الأشخاص والسياح الأتي من هذا البلد مثلا أو مثلا أن تكون هناك مجالات جديدة يمكن للشركة أن تعمل بها كأن تكون هناك قطاعات من الاقتصاد كانت محكومة باحتكار الدولة وسمحة لهذه الشركة بدخول المنافسة فيها على العكس من ذلك التهديدات هي الخصائص السلبية سواء كانت مادية أو غير مادية الواقعة في بيئة الشركة وخارج سيطرتها مثلا وجود منافسة جديدة كما تحدثنا قد يكون إزالة الحواجز بين بلدين هو فرصة بالنسبة للشركة لأنها يعني ذلك دخول مسلقي جدد ولكن أيضا قد يعني فتح الاقتصاد وجود منافسة جديدة وجود شركات أخرى من هذا البلد الذي فتحنا التعامل التجاري معه وتنافسنا في أسوق الخاص بنا أو وجود سلع بديلة مثلا كنا ننتج سلعة الآلات الكاتبة وفجأة ظهر الكمبيوتر فإذا هذا عامل ليس بمقدور الشركة أن تؤثر به ولكن يؤثر عليها بشكل كبير إذن وأيضا موضوع مثلا الضرائب أو التشريعات جديدة إذا اتخذت الحكومة فجأة قرارا بفرض ضرائب مثلا على ممارسة الأعمال الخدمية في مجال التدخين مثلا أو تصنيع التدخين فهذا يعني أيضا تأثير على الموقف المالي للشركة وبالتالي تأثير على موردها وعلى قدرتها على تحقيق أهداف إذن هذا باقتصار هو تحليل السوت يبغي دوما الانتباه إلى موضوعين أساسيين عندما نتحدث عن تحليل السوت تحليل السوت هو أدالة جمع البيانات هو ليس أدالة تحليل هو خطوة يمكن اتخاذها ويجب أن يتم التحليل بعد ذلك للمتابعة والاستفادة من ما وصلنا إليه في هذه القطوة فهو يساعدنا على معرفة القوة والضعف والتهديد والفرص الذي يساعدنا على الهدف المرغوب ولكن دائما يجب أن نركز على الهدف المرغوب يعني أننا من الممكن أن نضع قوائم طويلة من النقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ولكن هذا لا يكون مفيدا إلا إذا كنا مركزين بشكل مستمر هذه النقاط القوة ليست نقاط قوة خاصة بالشركة بل بقدرة الشركة على الوصول إلى هذا الهدف وكذلك بالنسبة للعناصر الأخرى في هذا التحليل هناك عديد من المراجع عن تحليل السوت فهو من المبادئ والمفاهيم المنتشرة والأساسية في عالم الإدارة والتخطيط من أشارها Business Policy Texts & Cases عام 1960 وهو كان أول كتاب يطرح بالتفصيل منهجية سوت أناليسيز ومن الكتب الحديثي عام 2003 Strategic Management and Business Analysis وكلهما موجود لشراءه من خلال شركات أمازون شكرا لإستماعكم بعض الحقوق محفوظة لموقع الإداري السوري